اشتركوا في القناة احب انوه وابعث رسالتين شكر وتقدير اولها للمصرف المتحد بنك المصرف المتحد فرع المختلط عندنا بالمنصورة وبخص بالشكر ده الاستاذ ايمن الجمل مدير الفرع واخويا الاستاذ اهاب البدروي مدير الاستعلامات بالبنك لانهم امنوا قضيتي وحاولوا يساعدوني وفي انهاء اجراءات تأسيس مؤسسة صانع الامل للخدمات الانسانية وبصراحة انا لو وجدت منهم نموذج مشرف للمسئولية الاجتماعية فاشكر البنك متمثلا في الاستاذ ايمن الجمل والاستاذ اهاب البدروي تاني رسالة شكر بحاول اقدمها هي لاخويا البش مهندس المستشار جلال حماد مستشار ادارة الازمات والكوارث بمحافظة الاهلية لانه طبعا بينقضني نقد لازا بس نقد بناء ولذلك انا بشكره وحاول اوضح له من خلال الهوى ان الحمد لله ان حلقة الحلقة اللي فاتت اتت اكلها لان بعض من رجال الاعمال الزماني تجاوبوا مع الرسالة بتاعتي وبدأهم يهيئهم البيئة للمحلات بتاعتهم من خلال عمل الرنبات ليسهلهم من خلالها دخول احبتنا واولادنا وذوي الاعاقة من الاعاقات الحرقية بالكراسة وكده فلله الحمد والشكر واشكرك يا جلال به على انك بتديني دايما نصايح وانا بقول لك ان شاء الله انا هستفد بيها مرات ومرات ومرات وحبب دلوقتي بقى اسمحولي قدم لكم قامات من قامات المجال التربية الخاصة في مصر تلاقينا مع بعض من حيث الهدف والمضمون ومن خلال السوشيال ميديا اللي ده لها نواحي ايجابية كتير اتعرفنا على بعض وبدأنا نتواصل مع بعض وهنا زي معهم مشرفيني في حلقة من حلقات صنوع الامن بداية انا اشكر اختي الجميلة الاستاذة فضيلة سليمان اخصائية التقاطب والتكامل الحسي اهلا بك فان اهلا بك فان اهلا بك فان اخويا الارضاء القيمة والقامة الدكتور اسامة العمدة دكتور في مجال اخصائي في مجال طرق التعليم والتخاطب وكذلك المحاضر الدولي المعتمد اهلا بك فان اهلا بكم جميعا ويا رب نقدم مضمون نقدم بيه اولادنا ونقدم فيه رسالة للمجتمع نعرفهم فيها ازاي نقدر نتعامل ونتعايش مع الاعاقة فيه سؤال انا حابب استهل بيه الحلقة السؤال موجه لاختي فضيلة متحدى الاعاقة ذوي الاعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم ذوي القدرات الخاصة استراحات كتير اقوي في المجال ده وممكن اتكلم مع واحد اقول له ذوي الاعاقة يقول لي لا ذوي الهمم ممكن يقول لي لا كذا ايه بقى ايه هو الصح وانهو الاصح فضل يا فان هوا كلهم صح ممكن تعالوا صوتك بعد اذنك خلينا نتفق انه كلهم صح تمام الاصح يبقى زوي الاعاقة ليه؟ لانهو الدستور بتاعنا بينصع يا زوي الاعاقة لكن زوي الهمم في الخليج زوي احتياجات خاصة كلنا بنقولها الاصح يا زوي الاعاقة وكلهم كلهم متحدى الاعاقة تمام تمام ايه رأي حضارك دكتور اسامة في الموضوع ده؟ هي تعدادة مصطلحات والنتيجة واحد اول اول كنا بنقوله زوي احتياجات خاصة بعد كده زوي القدرات زوي الهمم بعد كده دستور طلع مصطلح او مسمى زوي الاعاقة وابنان عليه بنقول زوي الاعاقة ده بيبقى فيه عبء نفس شوية على ولي الامر بسبب مصطلح زوي الاعاقة فقالوا لا المريض الضغط داخل تحت باند زوي الاحتياجات الخاصة مريض السكر داخل تحت باند زوي الاحتياجات الخاصة تمام فالفئات التانية المختلفة اللي هي تربطيه في التواحد والدون والكلام ده كله قالوا نعمل زوي الاعاقة عشان حقوقهم تبقى محفوظة بعيد عن الحاجات التانية بتدخل تحت مظلة الاحتياجات الخاصة تمام يبقى احنا متفققين طبقا للدستور المصري اللي احنا هنسميه باباوي الاعاقة تمام السؤالي موجه للأستاذة فضيلة يعني ايه عاقة التعريف بتاع ايه الدارج بتاعها احنا عوزونا نقرب المسافات بيننا وبين المشاهدين اللي هما بعيدين خالص عن المجال هو بكل بساطة زو الأعاقة تعريفه بسيط جدا وكلنا عارفين وحتى أولياء الأمور عارفية عارفية هو خلل أو قصور في النواحي المعرفية أو الفكرية تمام بتعوقه من مهامه أو تأديف معام يوم عزيم جدا تجيب كل بساطة تمام طيب تسمحيلي احنا ممكن نخصص الحلقة بتاعتنا على التخصص بتاعي اللي هي الاعاقات العقلية تسمحوا لي تمام طيب ايه هي الاعاقات الشائعة اللي ممكن الواحد مش متخصص يقدر يفرزها برؤية العين كده يقول مثلا ده الولد ده دون الولد ده اعاقة عقلية بسيطة ايه هي الاعاقات اللي هي الشائعة في مصر دلوقتي كل اعاقة بتختلف عن التانية يعني طريبة الطريبة طيف التواحد بيختلف عن الدون سيندروم الدون سيندروم بتعرفه من خلال الشكل بتاعه اللي يعنيين شبه منغولي كبه شبه سلال شركة أسل اللي يبدو عليها المنغولي ايه اه طريبة طيف التواحد بيبقى نرمال عادة جداً شكله طبيعي جداً بس بتعرف من خلال السلوكيات بتاعته ومن خلال السلوكات النمطية التكرارية اللي هو اللازمات اللي تمقى موجودة عنده تأخر العقلي طبعا بيبقى مفهوم من خلال السلوك التايكي وفي بتاعه المهارات الاجتماعية أو الجانب الأكاديمي أو الرعاية الزانتية إنه هو مش بيقدر يقوم بالمهام أو الوظائف الحياتية عمواليا يعني ممكن نقول له مش زي الطفل السوي مثلا تصوفاته الطبيعية طيب السؤالي مواجه لحديك أستاذي التفضل هل في درجات في الإعاقات يعني مثلا نقدر نفرزها المشتويات معينة هو الأول كان فيه بسيط وشديد الأول كان فيه أربع تصنيفات لهم اللي هي بسيط متوسط شديد شديد جدا دلوقتي آخر تصنيف صنفوا ثلاثة بسيط متوسط أو بسيط ما فيش بسيط شديد ده إيه تصنيف نازح طيب دكتور أسامة إحنا طبعا نتكلم لوقتي عن أن فيه بسيط وشديد ومتوسط أو بسيط متوسط شديد طيب إيه هي المستويات القابلة للتعلم والتدريب بما أن أنا راجل شغال في التدريب المهني أنا عارف بس أنا حابب أعرف السادة المشاهدين هو سواء بسيط أو متوسط أو شديد خلنا المتفقين أن ما فيش حد من زو القدرات الخاصة أن الأي كيو بتاعه بيبقى زيره آه بيطلع خمسين يطلع عربعين يطلع سبعين على حسب درجة العقل العقلية اللي موجودة تمام؟ بس في كل الأحوات أن فيه قدرات عقلية طيب قدرات العقلية دي ممكن ينمي من خلالها المهارات سواء الاجتماعية أو سواء الأكاديمية أو سواء التأهيل المهني كل ما ما بينسبه على حسب احتياجاته الشخصية وعلى حسب قدراته البدنية وعلى حسب قدراته العقلية بس نبقى متوفقين أن ما فيش حد الآي كيو بتاعه زيره هات من خلال قدرات العقلية اللي موجودة عنده البطبقية عنده من خلال نبدأ نستثمرها بناء على التقييمات اللي بتحصل نعمل أي كيو لاختبار الزكاة وبناءنا عليه بنحدد اختبار الزكاة بتاعه أو قدرات العقلية بتاعته والعمر العقلي وبناءنا عليها بنبدأ بقى ندخله المدخل بتاعه هو قابل للتعلم أو مش قابل للتعلم في ناس قبل فيهم للتعليم وفي ناس قبل فيهم مش للتعليم طيب اللي قبل مش للتعليم ده هنسيبه كده لوحده لا بناخده الجانب تاني ممكن نوضع في الجانب التأهيل المهني أو الجانب أن احنا نعلمه مهارات الحياة الضرورية أو الاندماج في المجتمع أو الاعتماد عن النفس أو الثقة في النفس بشكل طبيعي طيب جميل جدا أخت فضيلة اسمحيلي هسألك سؤال أنا دقتي هاخد السيدة المشاهدين نتصاعد مع بعض بمستويات المعرفة عن الإعاقة اسمحيلي ايه معيار نجاح المنظومة التأهلية لو أنا دلوقتي أنا ابني جايبوا لحضرتك فطبعا انت حضرتك هتعمليلي الخطة العلاجية أو هتبدأت قايمية أو كده يعني ايه معيار نجاح المنظومة دي أفندي أولا معيار المنظومة دي بتتحدد على جوانب كتير منها فريق العمل ووليه الأمر الأسرة مثلا الأسرة والمجتمع ككل ده برة وبعد كده جوه بقى جوه المركز عندي تقييم تشخيص أعداد برنامج حسب حسب قدرة الطفل وحسب بيبقى فيه مرونة شوية فيه لأن مش كل ولية أمر ممكن يقدر ينفذ معي البرنامج وتمنى ان هم ينفذوا كلهم البرنامج طيب تسمحوا لي أوجه رسالة دلوقتي لكل الأخصائيين زميلنا وكل حبيبنا الابن أنا كوالد أب جاي واقع في عرض الأخصائي هو الأشعة بتاعتي في إنقاذ ابني بعد ربنا سبحانه وتعالى يا رب أتمنى فيكم اللي أنتوا تعاملوا لأولادنا بصدق حقيقي وما تعملش أحلام وهي لولي الأمر بعيدة عن مستوى الابن حتى لا يصب إحباط دي نقطة النقطة التانية بعد إذنك يا دكتور أسامة بالنسبة لما بعد كورونا طبعا كل المراكز من زميلنا على مستوى الوطن العربة كلها بعانوا الأمرين دفعوا إيجارات كتيرة جدا بيعانيوا ماديا دلوقتي فأتمنى معلش يعني أنا هضغط عليهم سنة بالنسبة لقيمة الجلسات الفردية أو الجماعية يحاولون برضو في نسبة تخفيض وبنناشد دولتنا الجميلة مصر أو المختصين أو الجماعيات اللي هي تدعم في الفترة دي على الأقل يعني المراكز في سبيل اللي هما يعدهم المشكلة المادية اللي كل الناس يمروا بيها العالم كله يمروا بيها اسمح لي بس ده دور الجماعيات والمؤسسات بتاعتنا يعني أصلا فيه جول مؤسسات والهيئات العامة في قسم كده قسم مجاني ده المفروض ما بنشوفهوش بقى طيب دكتور أسامة أنا عاوز أتكلم معاك على موضوع مهم جدا وهو موضوع متشابق بينه وبعضه موضوع التكامل بين عناصر العملية في التأهيل سواء تكامل تخاطبي أو التكامل حسي أو التكامل وظيفي وتكامل طبيعي وفي الآخر خالص بيتابالواردال بيجيلي الإبد بقى أنتو بتهيئوه بيجيولي في التأهيل المهني بعد 12 سنة ممكن نتحدث على التخاطب والتكامل الحسي لو سمحت هو طبعا في موضوع التخاطب احنا بنشوف الولد مشكلة أو الطفل مشكلته في موضوع التخاطب التخاطب ده مشمال حاجة كتير أمرات اللغة أمرات كلام أمرات صوت احنا بناء على التقليم وعلى التشخيص اللي بيحصل على اختبار اللغة اللي بيحصل للطفل واختبار النطق والحاجات ده كلها بنحدد هو مشكلته فين بالزبط وبناء عليها بنعد برنامج من خلال نقاط القوة والضعف الموجودة في الاختبار وبنعمل خطوات البرنامج وبنعمل وضع البرنامج وبنخلال البرنامج بتاع التخاطب ده طبعا بيبقى منظومة كلها كاملة بعض أخصائي التخاطب ولي الأمر فريق العمل الموجود في المؤسسة أو في المركز أو في المدرسة الموجودة بنشترك كلنا في وضع البرنامج ممكن ولي الأمر بيقى نفسه ابني يعمل حاجة معينة بنحط أولويتها في البرنامج أخصائي التخاطب شاف نقاط القصور الموجودة عنده ويبدأ نشتغل عليها مدرس الأكاديمي ممكن بيقى عنده حتة معينة عايزة تشغل عليها كلنا فريق عمل نكمل بعض وضع البرنامج بعد كده وليه الأمر بياخد البرنامج ينضل عليه عشان ده يعتبر بمسابات عقد بين الطرفين الجهة المعالجة وليه الأمر بعد كده بيتم تنفيذ البرنامج وبعد ما يتم تنفيذ البرنامج بنعممه وبعد كده بنعد تقييم البرنامج تاني نشوف إيه اللي يتحقق منه وإيه اللي ما تحققش معه طيب معنا مكالمة تلفونية من أحمد ألو ألو السلام عليكم ورحوك يا رجل زيك يا أحمد أتفضل يا رجل أتفضل يا رجل أتفضل يا رجل كان ليه بس تسألنا دكتور أسامة أنا ليه عندي ابن صغير آآ عنده فرط حركة وما بينامش خالص 24 ساعة لأعطبها الصلاحية يعني ممكن لو نم في اليوم ساعة أو ساعة كتير ما يبقى كده كويس كده متواصل بأوات في الأكثر من دكتور متخصص مش عالي دكتور حسامي بس على الهوى يعالجوني بيباكين وحاجات زي كده لما قررت الرجلتة بتاعتها لديه بتضر الطفل أفتر ما بتفيد طيب في المقام الأول إحنا عندنا مؤشرات وعندنا معطقات معاناة من خلالها بناغد وبنحكم موضوع النوم العامل جدا أو موضوع النوم إنه هو مش بينام خالص أو موضوع النوم اللي بيبتاعه بيكون غشين بيلعب وهو من شغل بالله ممكن يدور نفسه ويدور الآخرين في الحالة دي بنعمل نطلب حاجة اسمها رسم المخ الرسم المخ ده بيبان من خلاله إذا كان فيه نشاط زياد على قهرابة المخ ولا لأ وبناءنا عليها بنحدد التقارير بتاعتنا وإذا كان ياخد دواء وأن يجرع اللي ياخدها طبعاً الطبيب هو اللي بيختص بموضوع العلاج وهو اللي بيحدده طيب أشكرك يا أحمد على مكلمتك ديت أنا برضو أعاوز أنتقل بقى لأخت فضيلة لأننا هتصعد دلوقتي لطول المراهقة بقى بعد 12 سنة اللي هو أنا خاص بالتأهيل المهني بالنسبة للبنات بالذات أنا هتكلم في موضوع موضوع ده حساش شوية ومشكلة شعور البنت بالتنمر سواء من ناحية المجتمع وممكن يبقى الموضوع ده حقيقي وممكن يبقى موضوع نفسي أنت رأي حضرتك فيه إيه؟ طيب التأهيل بالنسبة للبنات هو هو تأهيل بالنسبة للأولاد بس مع اختلاف الجنس يعني إيه؟ يعني أنا كده كده الطفل بيجيلي في السنين الأولى من عمره أنا بأهله اللي هو التدخل المبكر بعد كده في التدخل المبكر إحنا بنعمل إيه؟ مع الرعاية الزاتية ومع كل البنوت بتاعتنا اللغة كل حاجة كل حاجة بندخل ناحية نفسية شوية دور الأسرة يعني؟ لأ دور الأسرة وكمان إحنا بنعرف الطفل ده دور المجتمع هو حيشوفك إزاي؟ تمام ومعنى كل ده إحنا بنتعامل على أساسه واحدة واحدة بقى بنأهل البنوتة دي إن هي إزاي تهتم بنفسها إزاي تهتم بلبسها إزاي تهتم بالنظافة الشخصية إزاي تهتم ببيتها لإن إحنا بنأهلها بعد كده في منهم بيتجوز وبيبقى صاحب أسرة فدي خطوات حلوة إحنا بنبني مجتمع تمام أنا من هنا من المطلق ده حابب أقدم رسالة من خلال زميلة العزيزة دكتور إسامة التأهيل المهني دي زاوية الزاوية التانية دور المجتمع مش الدولة خلي بالكم يا جماعة من المصطلح ده أنا عاوز كمجتمع اللي أنا أتعامل مع الإعاقة كأمر واقعي بمعنى اللي أنا عاوز بأسس دلوقتي محل أو مول أو أي حاجة خاصة بي هل أنا حطيت في حسابي من غير أي قيود أو شروط إن هيا البيئة لدخول ولاد المعاقيم دي النقطة اللي أنا عاوز أوصل بيها وأستاذي الدكتور إسامة عاوزك تتكلم فيها هو طبعا موضوع تأهيل المهني بيشمل حاجات كثيرة جدا تمام لو في موضوع الشركات أو في موضوع المؤسسات إن لو أنا مثلا عند طفل زاوية احتجاجات خاصة وعايز تشتغل في مكان معين أو في شركة معينة هو مؤهل مصفات ومطبقة للشركة دي أو المؤسسة دي لو هي مش مجهزة لموضوع زاو القدرات الخاصة أو زاو الهمم هيفقدوا مش هتناسب مع موضوع الرنبات موضوع الدخول موضوع الخروج الحاجات دي تمام طيب موضوع كمان التأهيل المهني هندلقين بيمر بخطوات معينة تمام أول خطوة منه إنه بيجينا فريق عمل متكامل من تقارير أخصائي نفسي وخصائي اجتماعي وطبيب بيوصوا بالحالة بتاعته إذا كانت هي تصلح لموضوع التأهيل المهني ولا لا بعد كده بنمر مرحلة اللي هي استمارة مكياس ميولي المهنية وبعد كده بنعمل قسر الحاجز النفسي بين المدرب ومتدرب بعد كده بنعمل عملية التدريب بعدها موضوع تسكين الوظائف بعد كده تحليل الأداء الوظيفة اللي تم عمل تمام أنا الموضوع ده مهم جدا يا جماعة أنا عاوز أتمنى طبعا من قيادتنا في الدولة اللي هتهتم بموضوع التأهيل المهني لولادنا ذوي الأعق التأهيل المهني هو المستقبل التأهيل المهني هو اللي بيحل قضايا نفسية واكتباعية كتيرة أختي فضيلة نفسك في إيه في المجال بتاعك نفسي في إيه نفسي أولا يبقى لنا خط ساخن أنت وكلا على حاجة أيوة الخط الساخن ده فاندي نفسي بقى لنا خط ساخن وليه أمر يعرف يوصل لنا حتى في الزروف الكورونا ما كانوش عارفين يوصل لنا ولا إحنا عارفين يوصل لهم عشان نقهائلهم أشكرك أختي فضيلة شكرا دكتور أسامة نفسك في إيه نفسي المجتمع يبص لولدنا بنظرة مختلفة عن النظرة السابقة ولادنا متفوقين في حاجات كتيرة جدا فهم ناس متفوق عنينا إحنا بمراحل في حاجات كتيرة قوي حضرك ممكن تكون متفوق عني في حاجة أنا ممكن أكون متفوق عن حضرك في 30 حاجة فنظرة المجتمع تتغير ليهم في الجانب الأكاديمي في الجانب التأهيل المهني هو مش كله أنه أنا عايز أعليم وراء وقلم أنه يكتب خلاص فيه ناس مش قبل للتعليم طب أدور على الحاجة إنه هي تعود موضوع التعليم زي التأهيل مثلا المهن إنه يعتمد على نفسه يبقى عنده ثقة بنفسه يعرف يعدي شارع يتعلم مهنة معينة أو حرف معينة طبعنا ناسم مع قدراته العقلية وقدراته البدنية وقدراته الاجتماعية بحيث إنه هو بابا وماما عاشوا له النهاردة مش هيعاشوا له بقرة في حيثة الاعتمد على نفسه وحيثة المجتمع ما يفتح لي إنه هم يساعدهم في الوصول لهذه النقطة وفي النهاية لا يساعني إلا تقديم الشكر لديوف الأعزاء وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة من برنامج صانع الأمل ربنا يحفظ ولدنا ربنا يحفظ مصر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر